لا يعلمو هؤلاء الأطفال أنهم خارج سجلات الأحوال المدنية التي تمكنهم من إثبات هويتهم أو حقوقهم في الحياة ألف الأطفال هنا في ريف حما مكتوموا الهوية والقيد في السجلات المدنية لدى المؤسسات الحكومية التابعة للنظام التي تثبت بأنهم سوريون لأسباب عدة تعمد خلقها نظام الأسد من خلال الإرهاب الأمني والعسكري الذي فرضه على السوريين طبعا لدينا ألاف الأطفال المكتومون عن التسجيل في سجلات الدولي لأن الأهالي لا يقدمون على الذهاب إلى تلك المناطق خوفا من اعتقالهم ولدينا مباني سجلات طبعا قد استهدفها الطيران النظام ودمرها على الأرض الطفل أحمد وخالد كان سببا في إجبار أسرتهم على البقاء داخل الحدود السورية ولا طالما كان حلم آلاف الأسر مغادرة البلاد خوفا من الموت الذي ينتهجه نظام الأسد بحقهم حيث لم يتمكن الأب من الوصول إلى مديرية السجل المدني وتسجيل أبنائه والحصول على هويات إثبات أو جوازات سفار بسبب اتهامه من قبل النظام بدعم الثوار وتخوفه من التصفية أو الاعتقال في أدنى إجراء من قبل عناصر النظام الأمنية أو شبيحته أنا عندي ثلاثة أولاد مكتومين بسبب أولا شغال النزوح ثانيا شغال ما نستطيع من قطر الحواجز الأمنية التي تقتل البشر والحجر لا نسترجع أن نذهب ونسجل هنا نشطاء حقوقيون وإعلاميون يتحدثون عن أرقام بلغت حوالي 12 ألف طفل في ريف حمى باتوا بدون إثبات هوية سورية بسبب ممارسات النظام ونزوحهم من جهة ومن جهة ثانية دمار المؤسسات المختصة بهذا الجانب في مناطقهم ونحن طبعا لدينا رقم حوالي 12 ألف طفل مكتومون عن التسجيل منذ بداية الأحداث وهذه السورة لا ليس لديهم أي قيودة وأي سجلات على سجلات التسجيل المدني لم تترك جرائم نظام الأسد شيئا في سوريا إلا ونالت منه حتى حرمان الأجيال السورية من إثبات هويتهم الحقيقية بأنهم سوريون آلاف الأطفال هنا في ريف حمى ليس لديهم قيود تثبت بأنهم سوريون هي عقوبة فرضها نظام الأسد وتعتبر نوعا من أنواع الحصار في راس كرام أورينت نيوز ريف حمى